والشكر موصول لمجلس النواب والنواب واللجان المختصة والحكومات المحلية التي تصف في خدمة الواقع في أصداء السياسة العراقية ثم تما يلعب دور راكبي الموج ومن يختار اللحظة المناسبة لصناعة ترند سياسي هكذا تعم موجة الغضب في غرف الساسة المغلقة عندما يصبح استغلال أي حدث ديني أو وطني تسويقا لرسائل التنافس على حساب غياب الشفافية يحدث هذا في مواسم الانتخابات البرلمانية والانتخابات بمجالس المحافظات وعبر المنابر تتمازج رسائل التسويق السياسي أو تشن حملات تنافس غير نزيهة يتزامن مع تلك الموجات تحذير زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصدر الذي نشر في تغريدته عنوانا مباشرا وعريضا عبر نصيحته للمواكب بضرورة إبعاد الفاسدين عنها وعن منبر الإمام الحسين من دون عنف أو إثارة فتنة وهنا كان حديث الصدر واضحا حول رسالة المواكب التي تهدف إلى خدمة عامة الناس من الفقراء لا خدمة ذوي رؤوس الأموال ورؤوس الأموال بعضهم يمتهنون السياسة صنعة الركوب على موج المناسبات طمعا في تحقيق نفوذ ومناصب وتشويه صورة أحزاب وقوى سياسية منافسة خبراء حذروا مرارا وتكرارا من أن تتغول مصالح سياسيين بتحريف البوصل أمام المواطن عبر تضليله من خلال عاطفة دينية أو وطنية أو اجتماعية ما يهدد بحسب خبراء نسق العملية السياسية التي تواجه ورقتها التشريعية المتمثل بأزمة اختيار رئيس للبرلمان طريقا صعبا وهو ما يهدد بناء العملية السياسية بما يخدم العراق في تمتين مقوماته وسلطاته وهو ما يجدد النداء الشعبي بدعوة الساسة لأن ينظروا لمصالح شعبهم ومصالح البلد بعيدا عن إغراء المناصب والمكاسب